السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قناة يوميات صموة المصرية والنهاردة معنا فيديو جديد كل سنة وكل الامهات طيبين النهاردة هنعمل مع بعض ترطاية عيد الام هنعملها بمقادير بسيطة وسهلة ويعني بصوا في سهولتها مش هتلاقوا يعني حاجة كده يعني هتقومي تعمليها حالا وتفرحي ممتك وتفرحي حماتك بمقادير سهلة وكمان من غير فرن خل ونقول المقادير بتاعتنا السهلة جدا عبارة عن ايه معايا كده زي ما انتم شايفين اول حاجة كبايتين من الدقيق وكمان اه كباية الى ربع من السكر نصف كباية زيت كباية من اللبن وكمان تلات بضات ومعايا هنا معلقتين كبار كاكاو خام اللي هو غير محلة ورشة ملح وكيس كامل بيكينج بودر وكمان معايا رشة بانيليا تمام اول حاجة هنحط المقادير الجفة اللي هي المعلقتين الكاكاو وكيس البيكينج بودر ورشة الملح هنحطهم على الدقيق ونبتزي ان احنا نقلبها كويس جدا جدا علشان خاطر الكاكاو يدخل مع كل زرة في قلب الدقيق يعني انا عايزة يتغلف خالص وكمان البيكينج بودر يتغلغل كده في الدقيق كله ويعني ما يبقاش حتة وحتة بعد ما قلبنا المقادير الجفة مع بعض كده هنبتزي ان احنا ننزل بالتلات بضات في قلب بولة ومعهم طبعا النقطتين فانيليا طبعا لو عندك فانيليا كياس يبقى كسين وكده الكوباية الى ربع من السكر وهنبتزي نضربهم كويس جدا بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين كده هي بتبقى لونها مسفر هنفضل نضرب فيها الغاية لما تعمل شوية فوم وتعلق شوية وكمان لونها يفتح ويبقى ابيض شوية زي ما انتم شايفين هنستمر كده في الضرب الغاية لما تفتح شوية بعد ما افتحت هننزل كده بنص كوباية الزيت وطبعا الافضل ان هو يكون زيت نباتي ما يكونش زيت تموين ولا حاجة عشان ما يكونش لي ريحة بعد ما قلبناهم كده كويس جدا هنبتزي دلوقتي ننزل بكوباية اللبن طبعا انا هنزل الاول بكوباية لربع هشوف الضيق بتاعي هيحتاجها كلها ولا لأ واضي كده الضيق بتاعنا وهبتزي ان انا انزل كده بالضيق في قلب المنخل وانخل كده شوية شوية مع التقليد طبعا فايدة النخل دوت ان هو لو فيه اي حاجة مكالكعة لان دايما الكاكاو بيبقى فيه كده حتة كده مفرفتة كده وبتبقى يعني بتتحاش في المنخل فالافضل ان احنا علشان ندخل الكاكا بتاعتنا هوى وكمان علشان خاطر اي شوائف في الضيق او في الكاكاو تطلع مع النخل الافضل ان احنا ننخله طبعا هنستمر بنفس الطريقة ننخل وندخل كده الضيق مع المواد السيلة بالطريقة دي طبعا اهول حاجات اللي انا قلتلكو عليها بتبقى شايفين المهم هنبتدي ان احنا نقلب كل المكونات مع بعض وانا بعد التقليب احتجت كمان ربع كباية اللبن فضفتها واستمرت في التقليب لغاية لما وصلت للقوام اللي انتو شايفينه دوت مش عايزة قوام ساميك قوي ولا عايزة يعني خفيف جدا انا عايزة كده وصلت زي ما انتو شايفين هبتدي ان انا ادهن طاصة تكون ما بتلزق او جرانيت او تفال اي حاجة وهبتدي ان انا انزل بالمقدار بتاع الخليط الكيك اه طبعا تكون النار هادي خالص كأنك بتسوي رز اه وهبتدي ان انا اغطي الكيك بتاعي لما احطه كده في الطاصة باي غطة والافضل طبعا ان هو يكون ازاز عشان تشوفي بنفسك اه اذا كانت استوت ولا لا لو ما عندكيش غطة ازاز مش مشكلة اي غطة تاني وتستني كده عشر دقايق وبعدين تبتدي ان انت تقليبيها على الوش التاني زي ما انتو شايفين كده اهو هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة اه طبعا لو مش هتعرف ان انت تعايري كده ممكن تقسمي الخليط بتاعك على اربع كبيات او اربع معايير وتبتدي ان انت تنزلي بيهم واحد ورد تاني في قلب الطاصة بنفس الطريقة ندهنزيت وننزل بيها ونستنى ما تستوي ونقل بالناحية التانية وطبعا بنختبرها بخلة قبل ما بنشيلها علشان خاطر لو كانت لست مستويتش بنستنى عليها شوية بسيطة اهو الخلة طلعت كده سليمة ونظيفة يبقى كده تمام بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا اللي هما الاربعة زي ما انتو شايفين اربع ديسكات حلوين جدا اهو بالشكل ده دي الكمية بتاعتي كلها يا جماعة هبتدي ان انا احطهم في طبق كده وبالستريتش رول هبتدي ان انا اغلفوا واسبهم تقريبا ساعة يعني براحتك يعني عايزة ببيتيهم لتاني يوم مش مشكلة هي كده كده المقادير بتاعتنا دي بتعمل كيك يا جماعة طري جدا 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 يعني بيبقى بصوا حتى التروف والجوانب ما بتبقاش فيها نشفان خالص بعد ما سبتهم تقريبا ساعة او ساعتين ارتاحوا كده هبتدي ان انا بقى نعمل الترطة مع بعض معايا كده غطى حلة هبتدي كده ان انا اشيل الطروف بس مش عشان خاطر هي نشفة هي عشان خاطر بس ان هي يكون متساوية وقد الطبقات قد بعد وهجيب كده الطبق اللي هقدم عليه وهبتدي انا احط فيه معلقة كده من الكريم شانتيه وطبعا انا جهزت الكريم شانتيه بالكاكاو وطبعا كلنا بنعرف كده حضرت مية بسكر من غير ما تغلي خالص مية بسكر عادية خالص وابتديت ان انا سقسق طبقة الكيكا بتاعتي وبعدين ابتديت ان انا احطت عليه اللي هو بالكاكاو انا عملته بالكاكاو وعلشان خاطر من بهدلش الدنيا يعني ورق زبدة تحت الكيكا بتاعتي لغاية يعني لما خلصت زين وهنا كنت مقطع فراولة مقطعها كده شرايح رفيعة ابتديت ان انا انزل بيها طبقة كده فوق الكريم شانتيه وحطت عليها حاجة بسيطة كده ايه بحيس ان هي يعني ما تسقطش الطبقة اللي هتتحط فوقها وبنفس الطريقة قطعت الدسك التاني بنفس الغطع وابتديت برضو ان انا هحط عليه يعني شوية كده من الشربات الخفيف بالفرشة كده وهعمل نفس الطريقة في كل دسك زي ما انتم شايفين كده هحط كريم شانتيه وهحط عليه فراولة وعليه على طول الطبقة تانية خفيفة جدا من الكريم شانتيه وهكذا طبعا الكريم شانتيه اللي حابب يعمله انا جبت كوباية من الكريم شانتيه عليها نص كوباية اللي هو كريم شانتيه خام وعليه نص كوباية من السكر اللي هو حبيبات نعمة وعليه نص كوباية مية متلجة تلج يعني انت بتجيبي كوباية وبتعايني نص ولو احتاجت معلقتين تاني بتحطي وتبتدي ان انت تضرب بيه بالمضرب الكهرباء هتلاقيه علي كده وتقل معاكي وطبعا ما تنسيش المعلقتين او معلقة ونص كاكاو خام علشان خاطر يديك اللون البني وكده يبقى الكريم شانتيه بتاعك جاهز هنا كده زي ما انتم شايلت دسكات فقدر اخذ دسك هبتدي كده ان انا اي حاجة في الاطراف كده عليها كريم شانتيه كويس هبتدي ان انا اغلفها كويس وكمان هبتدي ان انا اغلف بقى الترطية بتاعتي كلها بالكريم شانتيه كده من الجناب ومن فوق وابتدي كده ان انا اضبط كده الجناب وما خليش اي حاجة فيها كده ايه مش متساوية هي ما شاء الله الترطية بتاعتي كده متساوية خالص يعني مش حتة طلعة وحتة نزلة ولا حاجة يعني هي جميلة ولو كان عندك حتة طلعة وحتة نزلة ممكن تزبطيها انت بالفراولة هنا كده سيحت شوكولاتة خام بشرتها وسيحتها على حمام مية بمعلقتين زيت ومعلقتين لبن سح كده وحطتها في كيس وابتدأت ان انا انزل على الاطراف على شجناب كده اللي هو بيبقى سايح بقى جميل دوت اهو خلصتها كده بالشكل ده ابتدأت ان انا عبي الكيس كريم شانطي وابتدي اعمل وردات كده زي ما انتم شايفين وزبطت الحمد لله الوردات معايا المرات دي وعندي كده فاكهة اللي هي الفراولة ابتدأت ان انا حطت على الوردات بتاعتي وبعدين حطيت كده اللي هي الشوكولات زعتها كده قدت شكل جميل جدا هبتدي بقى ان انا اشيل كده كل الوردات الزبدة احنا كده خلاص خلصنا الترطاية بتاعتنا وبقت شكلها لطيف جدا نقدمها بقى الحماتيك تقدميها المنطق تقدميها يعني ممكن تعمليها حتى من غير مناسبة في ايام عادية ممكن في عيد ميلاد هتنفعل جدا وسهلة وبسيطة جدا جدا وكمان مش محتلة فرن ولا غلبة ولا تقطيع ولا اي حاجة هي كده زي الفل وجميلة جدا هنبتدي بقى انقطحها مع بعض علشان نشوف شكلها من جوه عامل ازاي عايز اقول لكم شكلها تحفة وعالية جدا 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 يا جماعة مش محتاجين خلاص ان احنا نعمل كيك اسفنجي بعد الطريقة دي صدقوني الكيكة يعني هشة وعالية وطرية جدا جدا هتعجبكم جدا جربوها بطريقتي ان شاء الله هتعجبكم واخيرا لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة ما تنسووش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وكل سنة وكل ام طيب انا وانتو جميع بقى الفخير واخر حاجة لهلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة